بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى إن للصناعة شأنا عظيما ومكانة عالية فبها تتقدم الأمم وتزدهر والتي تفتح فرصا كثيرة للعمل ولأن تكون الأمة من أهل العمل والإنتاج ولأهمية الصناعة جاءت إشارات كثيرة ومتعددة في صفحات القرآن الكريم حيث أشار المولى تبارك وتعالى إلى الصناعة فقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وتحدث في غير موضع عن الصناعات المتعددة وعن الصناع أيضا وقال الله تبارك وتعالى في غير موضع متحدثا عن الصناعة وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ومن حسن الصناعة ومن أهميتها كان صفوة الخلق من أنبياء الله ورسله يعملون بها ويتقنون الصناعة وكانوا أكثر الناس إثقانا لحرفهم وأعمالهم وما كانوا يأخذون الأمر على أنهم يعملون في شيء يهين أو يقلل من كرامهم وإكرامهم وإنما كانوا يتباهون بذلك أمر المولى تبارك وتعالى نبيه نوح فقال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إذن كان من صناع السفن عليه الصلاة والسلام وكان نبي الله زكريا يعمل نجارا كما ورد في حديث سيدنا وسندنا صلى الله عليه وسلم وأيضا نبي الله داود كان يعمل حدادا قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون انظر إلى هذه الآية تجد أن المولى تبارك وتعالى قد بيّن أنه هو الذي علّم نبيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذه الصناعة وعلمه أيضا مع قومه الشكر فقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر إذن على الصانع أن يكون متقنا لعمله وأن يكون مجدا في عمله يحاول بكل جهد أن يرضي الله تعالى وأن يرضي خلق الله على حسب ما أعطاه المولى تبارك وتعالى من فهم لحرفته وصنعته وقد لفت المولى تبارك وتعالى أنظار الأمة إلى الإتقان في كل شيء فقال صنع الله الذي أتقن كل شيء وأمرنا أيضا بالإحسان فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن لقد تحدثت اليوم عن إتقان الصناعة لكنني أود أن أشير إلى أن الفتوى صنعة وصناعة الفتوى وصنعة العلم تحتاج إلى التخصص وتحتاج إلى الآلية وتحتاج إلى الأدوات فمن أدوات صناعة الفتوى على سبيل المثال فهم النص وإدراك الواقع وإسقاط هذا النص على الواقع فلا يجوز لكائن من كان أن يقوم بصناعة الفتوى على غير علم وعلى غير تقعيد وتأصيل ومن هنا فإن الأزهر الشريف أسأل الله تعالى أن يحفظ مصر والأزهر أخذ على عاتقه هذه الصناعة على يد علماء متخصصين وما حدث من فوضى في زماننا وفي أوقاتنا السابقة والذي أخذ الناس إلى فتاوى صنعت بالهوى بعض الناس قد يظن أننا نتحدث عن إتقان الصنع أو عن الصانع المتقن عن الحديد والنجارة وغير ذلك وفقط كل شيء في الحياة صنعة يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى أدوات ويحتاج إلى إتقان ويحتاج إلى علم ولذا قال المولى تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كل صانع هو أهل ذكر في صنعته ويجب أن نسأله وأن نعود إليه في أمور صنعته ويجب أن لا نتخطاه ولا نسأل غير المتخصصين فإن ما عمّت به البلوة في زمان هذه الأيام أو في هذا الزمان هو سؤال غير المتخصصين فيما لا ينفع بل فيما يضر فإذا أفتوا بغير علم في غير صنعتهم ضلوا وأضلوا إننا أمام مستجدات عصرية يجب أن نتوقف أمامها بالإتقان على كل صانع أن يجد وأن يعمل وأن يتقن في صنعته وأن يتق الله تعالى والله تبارك وتعالى حتما سيوفقه اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم